اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الاسلام تحت المجهر اهلا بك يا مارينا الحمد لله والنهاردة في الحلقة الجديدة هتكون بعنوان اكزوبة لا تزر وزرة اخرى وزر اخرى لا تزر وزرة وزر اخرى دي طبعا دي اية موجودة في القرآن الحقيقة احطرنا في الاية دي ومعظم المسلمين يقولك لا تزر وزرة وزر اخرى عندنا وكلام حلو جميل اه انا معاكم في الحاجات دي لكن نيجي نطبقها على ارض الواقع نبص نلاقي حنشوف بص يا مارينا في حديث للرسول اللي رواه ابو موسى الاشعري ده موجود في صحيح مسلم وحديث صحيح طبعا التصحيح هيكون على الشاشة على طول على طول المصادر بتاعتنا بنحطها على الشاشة عشان اللي بيجي يكذبنا يروح يا جماعة كمان مش بس اللي بيكذبنا عشان الناس اللي بحثين عن الحق وفعلا بيدوروا ويتأكدوا من الكلام يروحوا يدوروا ورانا اما طبعا في ناس مارينا مش بحثين على الحق هم بيكذبوا لطش كده اه احنا بنكلم الناس اللي فعلا عايزة يعرف الحقيقة واللي مش عايز يعرف الحقيقة مش هيتفرج علينا اصلا لا هيتفرج بس حسابه بقى على الله طيب زي ما قلت الحديث موجود اللي رواه ابو موسى الاشعري وموجود في صحيح مسلم طيب بيقول ايه يجي يوم القيامة ناس من المسلمين بزنوب امثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما احسب انا قال ابو روح لا ادري ممن الشك طيب انا عندي سؤال يا مارينا ادي مسلمين الله عايز يغفر لهم ليه يغفر لهم بانه يشيل الخطايا دي ويحطها على المسيحيين واليهود طيب ما كان الاحلى ايه يغفر لهم وخلاص ولا تزر وزر وزر واخرى دي نمرة واحد نمرة اتنين اعتقد ان الرسول ما كانش يعرف اديان تانية غير اليهود والنصارى وده كان متدايق منهم ليه هو كان فيه اصلا كمان المشركين اللي هم عبدالاوساني ما قالش ليه ينمرة واحد اه ينمرة اتنين ما فيه البوزيين لا هو مركز مركز لا فيه صابقين وكده الناس دي كلها موجودة قدامه وجاب سرتها فعلا في القرآن لكن هو مركز قوي على اليهود والنصارى يعني هما دول محور تفكيره او المنافس بتاعه فقالك الزنوب دي انا لامثال الجبال يعني شوفي الجبل قد ايه انا هاخفرها بس رح حاططها على اليهود والنصارى طب ليه متدايق من اليهود والنصارى الله لانه هيكشفوه اليهود نصارى هيكشفوه اهل الكتاب اولا مش نصارى من الاخر يعني بس برضو نقول هو متدايق ليه لانهم هيكشفوه يا جماعة طيب العنوان ايه لا تزر وزره وزره اخرى طيب فيه تعليق تاني نفترض انه بيقصد مجموعة من اليهود والمسحيين اللي كانوا موجودين في الوقت ده طب زنب الناس اللي هو ما كانش متخيل انه منتشرين في العالم اليهود والمسحيين حتى لو المجموعة دي ليه الله بياخد زنب الناس ويحطها على ناس تانية حتى لو مجموعة صغيرة كانوا موجودين فقط معين وزمن معين انا ليه بقولك مجموعة صغيرة حتى لو ليه قولي ليه ليه لأنه هنا بيقول اليهود والنصارى أجمعين فجم شوية مرقعين ابتدوا يقولوا لأ ده شوية يهود صغيرين وشوية نصارى شوية لأ الحديث ما بيقولش شوية يهود ده بيقول عموما حتى لو هم هيبرروا بالطريقة دي المشكلة قائمة برضو إن اليهود ونصارى دولة ملهمش زنب ده أنا أخد زنب الاسلمي وهو مش عارق ما يعنيش هو كفة إنه حطت من هنا ونحط بيفكرني بالفيلم بتاع فيروز لما كانت تأخذها تتجبنا وتأخذ من هنا وتحط هنا عشان تعدل الكفة وده ضد عدل ربنا أصلا ده ضد عدل الإلهي يعني خليني ممكن نروح للنقطة اللي بعدها ده حديث طبعا اللي كانت بتقوله فرحة في صحيح مسلم احنا هنشوف في القرآن نفسه بيقول إيه صورة الإسراء 16 وهنحط الكلام قدامكم على الشاشة إذ أردنا أن نهل القرية أمرنا متروفيها ففصقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ودي صورة الإسراء 16 لما رحنا للتفسير وبنشوف تفسير ابن كسير بيقول أن الأول تفسير ابن كسير رح قال أنه فيه ممكن تتقالب طريقتين أمرنا وأمرنا خراءة خراءتين فإحنا هنشوفهم يعني عايزين يطلعوا من الموضوع ده إزاي وهل طلعوا منه ولا لا يقول كده اختلف الكراء في قراءة قوله أمرنا فالمشهور قراءة التخفيف واختلف المفسرون في معناها فقيلة معناها أمرنا متروفيها ففصقوا فيها أمرا قدريا كقوله تعالى أتاها أبرنا ليلا أو نهارا يونس 24 فإن الله لا يأمر بالفحشاء كويس يعني قلت يعني الله لا يأمر بالفحشاء طيب بعدين بيقول إيه قالوا معناه إنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذب وقيل معناه أمرناهم بالطعاد ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة يبقى أول حاجة أمرنا متروفيها ففصقوا فيها بيقول لنا إيه بيقول لنا إنه معناها سخرهم لفعل الفواحش يعني الله ده أمر قدر يعني قدر مكتوب مكتوب عليهم إنهم الله أمرهم بالمكتوب قدر عليهم ففعلوا الفواحش فطب أنت أنا ماشي هم زبهم إيه ما أنت قدرت عليهم أنت أمرت مطرفيهم يعملوا الفواحش ضد عدل الله وفسقوا فيها فأنت عايز تلاقي السبب عشان تهلك القرية لأن إن أردنا أن نهلك القرية أنا عايز أهلك القرية طب أعمل إيه أنا مش لقلهم حجة طب أنا خليهم يفسقوا وبعدين أهلكها مطرفيها ياريت يفسقوا كلهم مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول على القرية نفسها على القرية كلها خليها نشوف الإراءة التانية بيقول إيه رواها ابن جرير عن ابن عباس وقال سعيد ابن جبير أيضا وقال ابن جرير طبعا ابن جرير التبري رواها ابن جريح عن ابن عباس الأول طبعا كل المراجع قدامكم وقد يحتمل أن يكون معناها جعلناها أمراء قلت إنما يجيء هذا على قراءة من قرأة أمرنا يعني هما الأمراء يعني مطرفيها قال علي ابن أبي طالح عن ابن عباس أمرنا أو أمرنا مطرفيها فسقوا فيها يقول صلتنا أشرارها فعصوا فيها فإسفعلوا ذلك أهلكتهم بالعزاب يعني برضو عمل إيه؟ صلت الأشرار يعملوا الشر يعني أنت الله تسلط الأشرار طب الفرق بينه وبين الشطان إيه؟ ولا حاجة أنت كده إله بتسلط الأشرار عشان يفسقه وبعدين أنت عايز تهلكها أنت الله حدا هيحسبه أصلا ما حدش هيجي حسبه؟ يعني أنت ليه بتقول لنا كده يعني؟ دي بتعلن لنا عن أن أنت يعني عايزت مش تلاقي حجة فأنا أتلكك لك صح وأسلط الأشرار طب هو الباقي طب هو الأطفال والبهائم والنساء واللي هما بيقولنا ما زن بالابن باتات ما زن بالابن باتات الرجل آه لإخواني يعني يا مارينا بيبين لنا هنا أنه حتى ضد عدل الله آه آه يعني إزاي بعادل وظالم إزاي أنه بيسلط أشرار أشرار طب وسطا بيعمل إيه؟ ما هديش أولانة آه وإزاي أنت بتسلط الأشرار وتهلك الكرية كلها بالضبط وزن بالباقي إيه؟ بالضبط وبعدين أنا أنا كإنسان هتحاسب قدامك أنت اللي خلتني عامل كده أصلا وده طبعا لا تذر وزيرة وزيرة أخرى لأ الكرآن بيأكد أن فيه فيه يعني هو ماشي كده على الطبيع عكس الآية بالضبط طب خلينا نقطة تانية مارينة آه في حديث صحيح في صحيح مسلم اللي روى أبو هريرة بيقول إيه؟ من قتل واذغا في أول ضربة البورس الواذغ ده اللي هو البرس من قتل واذغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دونة يعني أقل وفي الثالثة دونة ذلك وفي الرواية في أول ضربة سبعين حسنة أبو هريرة اللي راول أنا مش هتكلم من نفسي يا مسلمين أنا مش هتكلم من نفسي هشوفي الشرح بيقوله إيه قالك سبب الأمر بقتلها ما جاء في صحيح البخاري إنها كانت تنفخ النار على الخليل إبراهيم عليه السلام حين ألقى قومه فيها طبعا دي كذباية بس مش مهم مش هتكلم في الحتة دي ولأنها من الحشرات المؤذيات والاستقذارها ونفرط الطبعة عنها كذلك طيب أنا عندي سؤال يا مارين لو فرد طبعا دي مخ مش مزبوط إيه اللي قاعدة تنفخ على نار البرصي ده قد كده هو كان ديناسور ولا حاجة ده البرصي ده قد كده قد كده قد كده الميا معروف إن الحيوانات كلها تخف من نار أصلا بالذات نار على طول القاعدة تنفخ في النار علشان النار تزيد على إبراهيم ده برص قد كده وإيه العداوة اللي بين البرص وإبراهيم إبراهيم يعني هما من عيلة واحدة مثلا لماذا البرص يكره إبراهيم في مشكلة في غيرة ولا حاجة البرص مثلا وبتاعها قد كده طب السؤال التاني السؤال التاني هو ليه طبع نفطارد يا رسول الله البرص دي عملت حاجة اللي تقادى بوعدة بخ وعايزت تحرق إبراهيم السؤال التاني ببساطة هو إيه الزنب النباتات إيه زنب الأبراص إيه زنب كل الأبراص الأجيال الأجيال هلتزل وزيره وزيره طورس الجيل ده والجيل ده ما شفناش برص نفق في نار ولا بتاعه غلبان يعني أول ما يشوفنا يستخبى في حتة كده ماشي وبعدين في حاجة طبعا هو بيقول إيه لأنها من الحشرات المؤزية 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 توازن البيئة أيوة يبقى في حاجة اسمها توازن البيئة لو البراص دي مش موجودة في حشرات تانية هتكون موجودة ربنا عامل توازن بيئة هو يعني ربنا مش خلق الحاجات كده فأنا دلوقتي بيقولك أنت لما تموتها من أول ضربة رأخذ سبعين حسنة أو مية كنت بقيت لك مئة يعني أنا هيا دي الطريقة اللي أنا أخذ بيها حسنات أه وبيشجع أجيب نشب من أول ضربة بعد كده لو ضربت يعني إحنا أنا عايزة أعمل خير دلوقتي عمل خيري أعمل مزرعة براس وطلقها وطلقها يلا تعالي أنت عايز مية حسنة تعالي موت أنت عايز زبين تعالي هل ده منطق يعني هل ده والبيوت النظيفة لو ما فاش براس ما أخذوش حسنات يعني نخلي بيوتنا مزرعة كلام ضد المنطق ضد العقل ضد كل حاجة يعني وانت دلوقتي زن بالبراز دي كلها إيه يعني لو افترضنا جدلا جدلا دعالي دعالي معايشة طبعا أنا معرفش صحة الحديث وإلى لا عشان ما حدش يمسك علي في إيه حديث يعني ما بين طبعا ما حدش يعرف الصح من الغلط عندكم عايشة كان عندها رمح رمح نبلة أو مؤتخ وتعد يعيني مصدقة إنها تاخد حسنات من الموضوع الطفل بيصدق أي حاجة بالضبط الطفل أي حاجة تقولها له ويتصدق يعني عادي حتى لو ما كبرت خلاص العقل البطن بقى فيه موضوع اللي براس ده بس برضا فيه ناس فرحة غاية دلوقتي يعني بتبقى مصدقة حاجات ضد العقل ومسلا نرش ملح حسب للملح مش عارفة ما يحش العين مش عارفة مش عارفة والناس كبيرة عادي يعني بيصدق الخرافة الحاجات اللي أنت إيه اللي أنت واخدها من أنت طفلة صغيرة ومصدقها يبقى إحنا دلوقتي الحديث الجايبية ده ضد عضل الله ومستحيل برس نفخ وبعدين أنا عايزة أقول لهم معلومة يعني أن الناس اللي بتروح استحراء بيعملوا كده دايرة أو مربع أو أي حاجة وخايفين من حيوانات أو أي حشرات أو كده أو تعبين أي حاجة بيعملوا دايرة بيولعوا نار ويعودوا جواها دايرة كبيرة طبعا جداً علشان بالليل محادي وفيش حد يأتي معليه ولا حشرات ولا حاجة صح فده طبيعة الحيوان إنه بيخاف من النار صح فما تقوليش إنه هو كان جاي جنب النار وقعد يوم فوقي يوم يعني بيطلع سواريخ توضلي النقطة اللي بعدي النقطة اللي بعديها بتقول إيه صورة المائدة 64 وقالت اليهود يا ضل مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة طان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيوناً وكفراً وألقينا بينهم العداء والبغضاء إلى يوم القيامة كلموا أوقادوا ناراً للحرب أطفئها الله ويسعون في الأرض فسيداً والله لا يحب المفسدين هنا برضو بيقول إيه إن اليهود قالت إن يدى الله مغلولة فرح غلت أيديهم غلت أيديهم على مين؟ كل اليهود وبعدين ولعنوا بما قالوا وبعدين يقول إيه بل يدها مبسوطة طان ينفق كيف يشاء وكده وبعدين رح قال إيه وألقينا بينهم العداء والبغضاء إلى يوم القيامة كله إلى يوم القيامة وأنا عايزكم يعني تبصوا على الأرض الواقع إن اليهود شعب مبارك إلى الآن فيه البركة وإن أي بلد فيها يهود الاقتصاد بتاعها بيكون اقتصاد حلو يعني بخت البلد اللي فيها يهود يعني بيخلوا اقتصادها جميل فالكلام ده إنهم ألقينا بينهم العداء والبغضاء هل أنت عملك شفت يهود بيحربوا بعض؟ أنا بشوف المسلمين هم اللي بيحربوا شيعة والسنة ويكفروا في بعض أشعره وسلفية وكلهم بيكفروا في بعض ولو طالوا بعض يقتلوا في بعض صح وإخوان وسلفيين ضد بعض وهكذا يعني حكاية إنهم ألقينا بينهم العداء والبغضاء إلى يوم القيامة صح ده هل تزر وزر وزر أخرى وده موضوع الحلقة وكمان بيقول كلما أوكدوا نارا للحرب أطفاها الله أنا عايزين يعني ورونا فين؟ يعني على أرض الواقع ما فيش الكلام ده بس النقطة بتاعة الحلقة بتاعتنا مارينة لا تزر وزر أخرى نفترض جدلاً وأنا يعني متأكدة أن اليهود من أيام محمد معمروش الحركة دي بس لا وهل هم بيسعون في الأرض فسادهم؟ دولة يسعون في الأرض فسادهم المسلمين بيعملوا يغتش ده كله بسبب إيه؟ يعني بيقولك إيه؟ لأن اليهود قالت يدى الله مغلولة صح فكل العقوبات دي عليهم إلى يوم القيامة بيقولك ممكن تكون قالوا يدى الله مغلولة لأنه عايزة ياخد فلوس منهم يدى يقردوا الله قرداً حسن عشان يخد منهم في الوصف ممكن يكون قصدهم يدى الله بتاع المسلمين الله بتاعهم لأن إله اليهود اسمه ألوهيم مش الله بالزبط ممكن يعني ممكن يكون قصده إله اللي بينادي بيه محمد بن قسين لكن برضو نرجع لنقطتنا هل لما حد يغلط الأجيال اللي بعد كده تتعاقب؟ لا وهل هي دي بس الأمثلة اللي موجودة في الصنة والقرآن لا ده في كتير إحنا أخدنا كم نقطة بس عشان نوضح إن حقيقة لتزر وزيرة وزر أخرى دي ده كلام مكتوب بس يعني عارفة العنوين كده بقالة الأمانة واللي جواها بيسرق كده يعني نفس المسأل كده الحلقة خلصت بسرعة يا مارينة وبشكرك جدا عليها لكن أعزائي المشاهدين دايما فكروا في الآية واللي جوا الواقع الإسلامي هل الله فعلا لا تزر وزره وزره أخرى ولا الأشياء اللي احنا جبناها لكم اللي حنقطها عشياء بتقول غير كده خالص زي ما قلنا ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المنهر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر